السلام عليكم لكل ولادنا وبناتنا الطلاب والطالبات طبعا مفيش امتحانات بس ما تفرحش قوي انت كده دلوقتي مش هتروح المدرسة تحت اي سبب الا لو فيه اشعار تاني بس يعني في الاساس انت مش هتروح المدرسة كده خلاص طيب ايه المطلوب او ايه النظام الجديد هيبقى فيه حاجة اسمها منصة الكترونية هيبقى عليها المواد يعني هتقرى هتقرى كل اللي فاضل من منهجك بعد ما تقرى الكلام ده هيبقى فيه حاجة اللي انت سمعتوا بقى انها اسمها مشروع او بحث ايا كان المسمى هيبقى مثلا كل مدرس هيطلب منك على النت حاجة هيطلبها منك رسميا على المنصة الاعلانها الوزير مش بينك وبينه لا رسميا على المنصة الاعلانها الوزير هيطلب منك مثلا حاجات الحاجات دي تموجودة على المنصة بتاعة بنك المعرفة المصري. سيادتك بقى هتوقع تدور بقى على بنك المعرفة المصري ده لغاية لما تجيب المعلومات دي. المعلومات كلها تجي لك كلها موجودة. كأني مسلا بقول لك اسئلة في درس انت لسه مخطوش. اقرأ الدرس وحدد ايه اللي مطلوب فيه. وافهم الاسئلة دي كويس عشان تقدر تطلع اجابتها. في النهاية الاسئلة ديت مسلا موجودة على بنك المعرفة المصري او اجابتها موجودة على بنك المعرفة مصري. كل طالب هيدور عليها. وبعد كده هتقدمها. المدة الزمنية المطلوب منك بانك تقدم الحاجة دي فيها. اخرك نص مايو. اللي هي نهاية الترمي ده. طيب انا خلصت الاسئلة ديت في اول يوم. هتقدم ها لو مدرسك في اول يوم ادلك فيه الاسئلة ديت. يبقى انت كده خدت اجازتك في المادة دي وما انتش هتذاكرها تاني السنة دي. طب انا خلصت الحاجة ديت في اخر شهر اربعة. انت حقك. عندك فترة شهر ونص. لغاية نص مايو. انت حر تعمل فيها اللي انت عايزه. او فترة شهرين تقريبا يعني من دلوقتي. طب انا دلوقتي مثلا محتاج بقني اخلص الاسئلة دي في عشر تيام. مفيش مشكلة. بس اعمل حسابك بان مفيش مادة من المواد ديت انت هتعدي فيها. الا لما تخلص الكلام ده. تحل اسئلتها وتجاوبها ومدرسك هيقيمها. اجابت على الاسئلة ديت كويس او اجابت على المشروع ده كويس او الفكرة اللي هو طلب منك انك تبحث عنها. بحست عنها كويس وجوابت عنها كويس. يبقى انت كده خلاص عديت في المادة دي. طيب ما اجابتش كويس. يبقى انت كده واقع في المادة دي. تمام? بالنسبة للنقطة التانية. اه دلوقتي كل السنوات الدراسية من اول تالت ابتدائي لغاية اه تانية اعدادي الياس سنوات اللي هي ما بتدرسش بالنظام الجديد اللي بيبدأ في المرحلة الابتدائية. هتبقى دراستك كل السنوات القادمة بازن الله. وفقا للنظام ده. وهيبقى نجاحك وفقا لنفس المنظومة دي.